كان فيه رجل كبير طيب جدا كان عنده ولد على طول بائس ومش طيق نفسه من غير اي سبب المهم ابو كان عمال ينساح ان هو لازم يبقى سعيد ولكن مفيش اي نتيجة من كلام الرجل الطيب ده الابنه فقرر الاب ان هو يوديلي الحكيم بتاع البلد الحكيم ده كان قاعد في اسر كبير وجميل المهم راح الولد الصغير ده ودخل للحكيم ولكن كان فيه ناس قدامه واخد دور اول ما وصل للحكيم التفل الصغير قال له ايه هو سر السعادة فالحكيم قال له انا هرد على السؤال ده ولكن مش بالكلام راح قال له انا عاوزك دلوقتي حالا تمسك معلقة فيها زيت وتلف حوالين القصر كله ولكن من غير ولا نقطة زيت تقع من المعلقة دي المهم التفل مسك معلقة الزيت ولف حوالين القصر كله في الجنينة اللي برا من غير ولا نقطة زيت تقع من المعلقة المهم دخل للحكيم وقال له اهو انا لفيت حوالين القصر كله من غير ولا نقطة زيت ما تقع من المعلقة برضه ما فهمتش ايه هو سر السعادة رح قال له طب انت شفت ايه برا جميل في القصر فرد عليه الطفل بكل استغرب وقال له طبعا ما شفتش حاجة لان انا كنت مركز في معلقة الزيت انها ما تقعش منها حاجة رح قال له تاني الحكيم انا عاوزك تطلع تلف حوالين القصر في الجنينة ولكن من غير اي معلقة دلوقتي الولد طلع وتمشى في الجنينة اللي حوالين القصر وتفرج على جمال الزهور وعلى الاشجار والنخل اللي موجود ولقى مكتبة صغيرة كده فيها كتب جميلة دخل فيها ولما رجع للحكيم فالحكيم قال له بقى احكيلي شفت ايه طبعا الولد رسله كل الحاجات الجميلة اللي هو شافها فقال له الحكيم هو ده سر السعادة السعادة انت اللي بتصنحها لنفسك فحياتنا حاجات كتيرة حلوة وحاجات وحشة ولكن الشخص اللي دايما سعيد هو اللي بيبقى مركز على الحاجات الحلوة ومش مركز على الحاجات الوحشة ولكن الشخص اللي بيهتم بهمومه ومشاغله هو اللي بيفضل تعيزته لعمر وأخيرا بقى أنا ماركو ما تنساش تعمل لايك وفلو وشير